بش نستند مباشرةً إلى مقال في الشرع المغاربي اللي جات فيه القائمة كاملة للقيادات الأمنية هذية اللي وقعت إحالتها على التقاعد الوجوبي قبل ما نرجو على القائمة الأسماء البخكوغم تيح مشكونهم الناس هذوما 20 رو دفعةً واحدة رو ما هوش رقم صغير والتقاعد الوجوبي مختار التقاعد الوجوبي نحب نفهم معاك شنو الفرق ما بينه وبين الاختياري خطر احنا بيتنا قاعدنا نثبته قلنا شنو نوع التقاعد أنا على الطير الآن نجاوبك على الحساب وبعد شوية نحلو الكتير هي إقرار آلية الإحالة على التقاعد الوجوبي هي آلية خصوصية تكاد تمثل قطاع الأمني والعسكري علاش يقول القائل لامتناع أي إجراء قانوني آخر يتمثل في مثلا الأعفاء من الخطة هذا ممتنع يعني غير ممكن بالنسبة إلى القوات الأمنية والعسكرية نظرا لأن الخطط والرتب تختلف على سائر الخطط والرتب الموجودة في الوظيفة العمومية على سبيل المثال إذن لن ننتظر أن يصدر وزير الإشراف في الداخلية قرارا بإعفاء أو بإنهاء فلان عن خطته فهذا لا يستقيم في القطاع الأمني لأن إنهاء الخطة يعني أن يعود المسؤول على المصالح المختصة المسؤول الأول أن يعود إلى أي شيء هل سيعود في عداد القوات الحاملة للسلاح إذن الألية هذه توجدت وهي ليست ألية تونسية أي ليست ألية خارجة على القوانين والترتيب بدليل أن الولايات المتحدة الأمريكية لكل مرة نسمع إحالة على التقاعد الوجوبي لقيادات في الاستخبارات في ألمانيا المدة الأخيرة أيضا هناك إحالات على التقاعد الوجوبي شملت بعض الشخصيات إذن ليس الأمر بدعة ولكنه مستعمل في قطاع الأمن والجيش شكرا لك مختار هذي هلية بش نقوله إحنا إنهاء لمهام بطريقة مضخمة شوية معناها تطريدة بضخامة خلينا كابتونس إحنا نقوله للأسف شديد معناها معروفة تقاعد الوجوبي نبدو في القائمة وفي الأسماء خليل معاك ونرجع إلى مقال أشارع المغاربي يقول أن الأسماء منها من اقترنا بملفات كبيرة كما مثلا الاسم اللي موجود في قضية إخفاء الوثيقة الاستخباراتية التي حذرت من إمكانية اختيال الشهيد محمد الابراهمي مصفى بن عمر هذي مثلا نحكي وعليه اللي هو شمله الإجراء هذي متع التقاعد الوجوبي نلقاه سامي عبد اسمد عزدين لخليفة حمزة بن عويشة لطفي الصغير هذو من بين الأسماء خليل واضح الآن أن الساعة القائمة هذه تنقسم إلى أقساب ثم اسمين تقريبا وقع برشا شك في الحكاية وقالوا هذو كفاءات وعطاهم الرئيس أعلى يعني ترقيها في رتبة أمنية في تاريخ الوزارة هم مدير الأمن الوطني ومدير في الحرس ولكن عندما اليوم نشوف اللي سامي متع مصطفى بن عمر هذي المسؤول عن أخفاء الوثيقة الاستخباراتية ورئيس أو مدير عامل في رق المختصة آنذاك اللي هو محرز الزواري ونشوف أنه اليوم فعلا بدينا في نوع من المكاشفة الحقيقية في فترة الدم معادش سر من أسار الدولة ثم عناصر تحدثنا عليها الناس الكل وخرجت للتلافذ ثم فيما بعد في عوض ما تتحاسب على توجيه وزاتها وقع إرسالها في بعثات أمنية إلى الخارج ونعرف حتى البعثات الأمنية إلى الخارج شنو اللي وقع فيها بعد بمعنى أنه أيضا وصلت للمسألة المسؤولين في أمن المطارات كما عبد الكريم العبيدي اللي اكثر حول الحديث وقع نسبه أساسا لحركة النهضة كما وحد آخر وقع نسبه حتى للأمن الموازي أصلا وورد اسمه في القائمة متاع الجهاز السري هناك من شغل خطة ناطق رسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي ثم أرسل أيضا إلى الخارج يعني اليوم وصلنا إلى فترة نستطيع أن نقول الخبر هدايا خبر إحالة هؤلاء على التقاعد الوجوبي ليس خبرا إداريا يبدو أن مسألة الأمن الموازي أصبحت في قلب الاهتمامات وتنظف إلى مسار القضائي الجديد مسار أمني جديد البرح تحدثنا على موضوع جوازات الصفر بايع الجنسية يمكن أنه لغزو هدوما شبكات ما بين وزارة الداخلية وزارة العدل وعلى مستوى القناص في سوريا وفي لبنان الدوسي اتحل واليوم نشوف وزير الداخلية دفعة واحدة يحيل عشرين من كبار القيادة الأمنية على تقاعد الوجوبي كنقول كبار القيادة الأمنية نحكي على مدير عام الأمن الوطني نحكي على أسماء مثيرة أسماء محسوبة على حركة النهضة نحكي على مدير عام المصالح المختصة في فترة هشم المشيشي شو المعاني سيسي الموضوع طرق لا هو جستما فم أكثر من مجموعة فم دي جروب لهنا وكل واحد في فترة فم الفترة اللي تحبت عليها توا يعني خليل يعني مرتبطة أساسا بالفترة ما قبل الفين واربعتاش والمرتبطة والميتقال وفي علاقة بوزير الداخلية على العريض أساسا يعني بعض الأسماء وفم المجموعة الأخرى اللي هي مرتبطة بأسماء جيت منبعث خاصة فترة المشيشي لهناي نحب نرجع بما أنك جبت على مسالة الباسبورات أنا البارح على شنو أحكيت حكيت قلت راهو مش ممكن قنصل يزور أو يعطي جنسيات أو يعمل حاجاتها كيف بالفلوس بدون تعاون بتاع الإدارة العامة للحدود والأجنب لهناي نلقى اسم المدير العام الأخير للحدود والأجنب اللي يقع إقالته اللي هو لطفي الصغير هل فما علاقة بين الزوز ملفات هل فما علاقة بين الزوز أشياء لطفي صغير من عرش هل كان موجود وقتها مدير عام للحدود والأجنب ولا وقتها اللي صايرة القضية هذية اللي توصل ل2019 تسلسل الأحداث والتزامن اللي سايري خلينا نطرح أكثر من سؤال دونك هذيكا بالنسبة لل لطفي صغير فما المجموعة الأخرى اللي يقع ترقيتها أو تقريبها للدوائر القرار في فتاة حكومة المنشيشي طبعا الأشهر من نار على عالم لازهر لونجو اللي البرقية متاع الأعفاء متاعه كملحق أمني في السفارة التونسية في فرنسا كانت هي القطرة التي أفاضت الكأس بين المنشيشي وقيسة سعيد ولي أدات لإقالة توفيق شرف الدين وزير الداخلية الحالي وقتها وزير الداخلية هو العمل هو العمل الأعفاء متاعه لازهر لونجو لكن في المقابل المنشيشي مش فقط أبطل الأعفاء بل جابه زاد رقاحته في موقع أساسي ومهم على مستوى وزارة الداخلية هو كان مدير العام للأمن الوطني في الفترة متاع المشيشي ولمفارقة تم ترقيته كدرجة عليا يعني لواء في أفريل اللي فات في حفل أشرف عليه قايس سعيد يعني هنا يعني هنا شوف فما أكثر فما خبيلة فما مجموعة مختلفة من الأسماء من العناصر واضح اللي وهذية معنتها شنو صار نحنا صارت فترة اللي توفيق شرف الدين أعمل مجموعة من النقل مش يعني في عوض صيغة الأخرى متاع الديقراداسيون تنقلك من خطة أساسية مركزية أو بنتني خطتي هامي شيء وإلا تقعد براتيك مو في الفرجدير تقعد في بيرو وعندك كرهبة وكذا وتخلص لكن ما عندكش خطة واضحة هذية طريق اللي تم اعتماد هايذول اللي في الجمعاتين ثلاثة جماعات اللي فاتوا في عدد من الهياكل هذية طريقة جديدة اللي هي تقعد وجوبي براتيك مو تنحية اللي هي تلمي من